بعد انتهاء الهدنة الحالية بالتأكيد حيكون فيه سيناريوهات محتملة حول مستقبل قطاع غزة ايه اللي ممكن يحصل خلال الفترة اللي جاية ازاي مصر حيكون ليها دور فاعل وقوي في المستقبل تفتيح ساهمنا مع استمرار الهدنة هل هتستمر ده سؤال مهم جدا هل الهدنة اللي انطلقت النهاردة الساعة سبعة صباحا لمدة اربعة ايام هل يتم تمددها وصولنا الوقف اطلاق النار ده السؤال اللي بيشغل عدد كبير جدا من المراقبين سيناريوهات كتيرة كمان الاوضاع في غزة ما بعد انتهاء الحرب ضفنا اللي منورنا في الستوديو الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والاقليمية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية هنحاول كده نجاوب على بعض الاسئلة معاه منورنا وصباح الخير دكتور ده نور حضرتك ونور اللي سوزة منا وصباح الخير يا مصر سؤال الاسئلة سؤال الاول بداية سرايان الهدنة لاربعة ايام من اليوم توقعات حضرتك لماذا صمود هذه الهدنة هل ممكن يحدث اختراقات ما او خروقات ما من الجانب الاسرائيلي توقعات حضرتك انا اعتقد التحدي الرئيسي مرتبط بالسلوك والنهج الاسرائيلي للتعامل مع هذه الهدنة لعدد من الاعتبارات ان كان يفترض ان هذه الهدنة يبدأ الاخذ بها منذ امس صحيح يوم الخميس لكن نتيجة ان كانت هناك اصوات معطاردة داخل الاقتلاف الحاكم وداخل بعض المؤسسات الامنية في اسرائيل هو ده اللي بيخلي في صراع ما بين الالتزام بالهدنة وانتهاك هذه الهدنة الاربعة ايام دولة هيبقوا كاشفين الى اي مدى اسرائيل جدة في اعتبار مثل هذا الاتفاق لمدة اربعة ايام بمثابة نواة يمكن البناء عليها وتمديد هذه الهدنة وبالتالي الكرة في الملعب الاسرائيلي لان البنود الخاصة باتفاق الهدنة اللي كان برعاية مصرية قطرية والتشاور مع الولايات المتحدة الامريكية كانت محددة سواء فيما يرتبط به ان ده يعني هدنة ومرتبطة به تسليم المدنيين من الجانبين من النساء ومن الاطفال يعني خمسين من الجانب الاسرائيلي يتم الافراج عنهم في مقابل مية وخمسين يعني واحد قدام ثلاثة النقطة التانية وهي ودي اللي كان بتدعمها القاهرة بدرجة رئيسية ان كيف يمكن استغلال تلك التهدئة بغرض ادخال المئات من شحنات المساعدات الانسانية والمستلزمات الطبية والوقود وشحنات الطعام وطم بالاستقرار وفق ما تم الاعلان عليه من مكتب كسائب عز الدين القسام ان ادخال من المقارنة ادخال حوالي مئتين من شحنات المساعدات الانسانية والطبية بالاضافة الى غاز الطعام علاوة على وده الاهم اللي مصر برضا كانت دعمها بدرجة رئيسية ازاي الطرفين يفكروا وهما مش تحت تأثير حالة الصراع وانما التفكير تحت تأثير حالة التهدئة لان ما تيجي تقرأ الكلمة اللي اشار اليها السيدة الرئيس المارة ان الرصاصات الطائشة التي لا تميز ما بين نساء واطفال وشيوك كبار في السن او حتى التحرق بشكل مفيش عقل بيرشده ولا في ضمير بيؤنبه وده يعني بص كلمات مختارة بعناية شديدة للتوضيح الى اي مدى ان في لحظات الحرب التفكير بيبقى مختلف عن لحظات التهدئة وبالتالي انا تصوري ان يعني ايه لان عندي شكوك تمالي في الجانب الاسرائيلي فكرة التملص فكرة لان برضا الاشارة اللي انا حدست عليها واحد مقابل ثلاثة برضا عامل ازعاج بنتبرد للجانب الاسرائيلي ان حركة المقاومة فرضت شروطها ان هناك عدم توازن في المبادنة ما بين الاطراب وبالتالي هيبان ننزو الساعات القليلة المقبلة الى اي مدى فيه التزام من جانب اسرائيل لان هناك ضغوط من جانب الولايات المتحدة والدول الاوروبية وانت بتشوفها دكتور محمد التوجهات اللي كان شوية بتتبنها الدول الاوروبية تغيرت نسبها مش هقول ان هي تخلت على الدعم اسرائيل لكن فيه تغير في المواقف الدولي منذ تأجج الحرب ومنذ غشومية العدوان زي ما احنا بنشوف كان فيه سيناريوهات كتير واوراق بحسية ابتدت تحصل ويتم البحث فيها علشان الناس تشوف ايه اللي هيحصل في مرحلة ما بعد الحرب واحد من السيناريوهات دي بتقول ان اسرائيل ممكن تنجح فيه تحقيق هدفها وفيه القضاء على حماس شوفي اللي انتي تقداري اولا هذا هدف مشكوك فيه كل الاهداف اللي تحاط رأتها اسرائيل مشكوك فيها ولا بد انجح في تحقيقها بعد 48 منا من اللحظة اولا الحديث عن فكرة استقصال حماس من حكم غزة حتى هذه اللحظة اللي بيتفاوضوا اسرائيل بدرجة رأسية مع حماس يعني مع الفصائل لكن بدرجة اساسية مع حماس التي لديها الكلمة الرئيسية على بقية الفصائل هذه واحدة النقطة الثانية انه لم يتم استهداف واحد من كوادر ومن قيادات حركة حماس هذه ليست دعوة لإسرائيل لاستهدافها لكن بالمناسبة اسف المواطعة دعت يعني دعت نتنياهو بتصفية كافة القيادات خارجيا او داخليا لكنها حتى هزير الله لم تستطع طبعا هذا الهدف مش موجود من دلوقتي موجود من فترات سابقة فالهدف الثاني ايضا لم يضحق الهدف الثالث اللي هو مرتبط به والهو التمالي من يمين نتنياهو وزير الدفاع انتحدث عنها هو تحرير لم يتم تحرير او استعادتهم لم يتم استعادتهم حتى هزير الله الا وفق مش منطق القوة او فائد القوة التي تمارسه اسرائيل وانما وفق نهج التهديئة والتفاوض والمرتبط دي مبادلة من الجانبين لان كان من الواضح ان منهج المقاربة اللي كانت طرحها حماس الكل مقابل الكل ده هيواجه بتحديات وتعقلات كتير وبالتالي في بقى نقطة رابعة يا سيزة مننا ان حماس مش مرتبطة بفكرة هيكل حماس فكرة اللي هي فكرة المقاومة ومع مواجهة اي اقدارة الاحتلال وخاصة مع الاحتلال الاسرائيلي ما ينفعش يبقى خيار المقاومة مش موجود السؤال اللي بيؤرق الحكومة الاسرائيلية وحتى بيؤرق الادارة الامريكية في اليوم التالي ما بعد انتهاء الحرب من سيحكم غزة ده سؤال مهم جدا وطرح يعني انه السلطة الفلسطينية تكون هي المسؤولة عن قطاع غزة وبايدن نفسه اكد على ذلك وفي نفس الوقت او في نفس اليوم حتى اللي خرج فيه هذا التصريح من البيت الابيض نتنياهو قال انا لا اثق في السلطة الفلسطينية استنادا على وقاعة تاريخية فيما قبل بوصول حماس الى الحكم في قطاع غزة فهذه المعضلة كيف تحكم غزة خاصة انه هناك رفض كامل لأي سيناريوهات تتحدث عن يعني وصايا دولية او انتدار دولي في حماس شوف حضرتك هو سؤال اليوم التالي زي دي افتر ده فعلا سؤال مركزي وطرح حتى قبل وقف اطلاق النار وقبل سكوت مدافع وقبل ادخال مساعدات انسانية ورغم انه كان من المبكر طرحه لكن من الضروري ايضا طرحه للتعامل مع تفاعلات المرحلة في ادارة وحكم قطاع غزة خلال المرحلة الموبلة اولا في سيناريوهات مختلفة في سيناريو كانت طرحه اسرائيل اللي هو عودة حكم اسرائيل لادارة القطاع مرة اخرى اللي هي في مرحلة قبل الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة في عام 2005 طبعا هناك اصوات كثيرة وفي مقدمتها مصر ترى ان كان ذلك هذا السيناريو غير قابل للتنفيذ بدرجة كبيرة سيناريو الاحتلال سيناريو الاحتلال وده ليس في صالح اسرائيل لانه بيعزز خيارات المقاومة ككيان محتل لأراضي الغير في سيناريو اخر اللي هي كانت بتحول في اسرائيل اللي هو محاولة ازاحة ادارة وحكم القطاع لمصر بشكل كبير ومحاولة تنفيذ مخطط قديم اللي هو ايم على التهجير ومنيجي نشوف منذ اليوم الاول وحتى امس تأكيد السيد الرئيس ان موقف مصر كان حاسم ورافض لمنطق التهجير الفلسطينيين من بعدين ان ده لا يصب في صالح القضية الفلسطينية لان ده يؤدي الى تصفياتها وكذلك لا يصب في صالح الامن القومي المصري لان المسألة المرتبطة بالتهجير حتى من قطاع غزة اللي داتا وزينا قد يتم تقراره من قطيني الضفة الغربية الى الاردن وبالتاني ده هيحاول يصدر المشكلة بدنا ما بيكون ما بين اسرائيل والفلسطينيين هتبقى اطراف اخرى زي القاهرة وعمان بداخل النقطة التانية وبالتالي مصر رفض هذا السيناريو وقالت الاسرائيلين كده ولا يتم ادارة هذا القطاع من خلالكم او من خلالنا النقطة التالتة اللي هي فكرة السيناريو لمرحلة انتقالية عبر وجود قوات دولية من الامن المتحدة اليو ان او من النيتو واللي هي تقوم من شأنها بادارة هذا القطاع في مرحلة ما بعد سكوت المدان في خيار اخر مرتبط ايضا بوجود قوات هاجين تبقى قوات دولية بالاضافة الى قوات عربية من بعض الدول المعنية بالمشكلة الفلسطينية ككل الخيار الاقصر ترجيحا اللي حريق اشارتي اليه هو ان يتول ادارة هذا القطاع هي السلطة الوطنية الفلسطينية ولكن كما قال رئيس ابو مازد في اطار حل سياسي شامل بيرصخ مسألة حل الدولتين اللي بتدعمه القاهرة لكن ده شوية لان السلطة الوطنية ضعيفة في مسألة موضوع الانقسام الفلسطيني الداخلي وبالتالي انا اعتقد ان لو فيه سيناريو هيبقى اكتر قربا واللي بتدعمه بعض الاطراف الاقليمية مثل مصر باعتبار ان الموضوع شأن فلسطيني الداخلي هو السيناريو الاخير لكن ستظل اسرائيل ان هي تحاول ان يكون لديها وجود على مستوى القوات الامنية او على مستوى قوات الجيش لمنع وجود تهديد من اي كيان سواء من جانب حماس او من جانب اي كيانات اخرى لان هذا التهديد من وجهة نظر القطاعات وساعة من رأي العام سيظل باقيا لان هجمات 7 اكتوبر اوضحت عنوان عريض ان اسرائيل لم تعد دولة امدة طيب احنا شايفين ضغوط من الشارع علشان يحصل استلام لباقي المحتجزين احنا شايفين ضغوط الاسرائيلية شارع الاسرائيلي بيتكلم في الموضوع ده هل ده ممكن يساعد على تنديد الهدنة او وجود هدن اخرى ولا نتنياهو عارف انه هو انتهى سياسيا فده لا يمكن يستجد لهذا الهدنة شوفي الاجابة مزدوجة يعني هو فعلا في ضغوط للشارع وده اللي بيبين ان ليه الجانب الاسرائيلي قبل على مضد الاتفاق لمدة اربعة ايام ان فيه فعلا ضغوط من رأي العام الاسرائيلي وتحديداً من اسر المحتجزين لده حرقة حماس لكن الاشكال ان حتى بعد الافراغ عنهم هيبقى ليه البعض الاخر اسر لم يتم تحرير المحتجزين لده حرقة حماس لان احنا بنتكلم حوالين المبادلة هتكون يوم بيوم دكتور محمد صحيح يعني مش هتقدري التبادل بالتجزئة مش بالجملة النقطة التانية وهي ان من الواضح ان لا تزال هناك بعض الاصوات داخل الاتلاف الحاكم في اسرائيل رفضة لمثل هذا الاتفاق وطرع ان هناك حالة من حالات الرضوخ الاسرائيلي للتشدد الحمساوي في مطر لبن على الجانب الاخر زي ما حرج بتقولي بقى ان من يمين نتنياهو شخصيا لان من وجهة نظري هزيه ليست حرب اسرائيل في مواجهة حماس هزيه حرب من يمين نتنياهو في مواجهة قطاع غز وكنا بنتكلم عن وضع نتنياهو السياسي يعني الاحتمال الاكثر ترجيحا ان المستقبل السياسي المزلم ليس فقط فيما يرتبط بخروجه من ائتلاف الحكم او موقعه كرئيس الوزراء وانما سوف يكون موضع للمساءلة والمحاسبة خاصة وان النتيجة الاولى لما جرى في السبع من اكتوبر وحتى باعترافه شخصيا ان هناك تقصير حاد من جانب المؤسسات الامنية سواء الشباك الامن الداخلي او المساد او حتى بعض العناصر من قوادر وقيادات الجيش العليا في اسرائيل وبالتالي عندما لان في اعقاب كل حرب من الحروب سوف يتم تشكيل لجان للتحقيق اعتقد سوف يكون الحساب عسيرا مع بنيمين نتنياهو لان مجرى اكبر مما نرى بالنسبة لاسرائيل ولذلك يعمل بنيمين نتنياهو على اطالة مدة الحرب اطالة مدة التفاوض محاولة توسيع نطاق الحرب بالقل ده بيخلي عداد الزمن يجري نسبيا يعني هو ممكن يبقى جري في المكان لكن ده يصد في صالحه نسبيا ويبعده نسبيا عن المحسن لكن النهاية في رأي حضرتك واحدة هي النهاية انه هو انتهى يعني استعماله السياسي بشكل كامل علشان كده يا دكتور محمد انا قلت دي حرب من يمين نتنياهو في مواجهة القطاع مش حرب اسرائيل في مواجهة حماس في قاعدة معروفة جدا انه ما لا يدرك بالحرب لا يدرك بالسياسة يعني الحرب هي التي تفرض شروطها في البداية قبل اي عملية تفاوضية سياسية مبارح شفنا مشهد رئيس الاركان الاسرائيلي وهو بيتحدث بالرغم من حديث الهدنة انه وسط جنوده وسط الضباط ان الحرب مستمرة واننا ماضونة الى النهاية ودائما اسرائيل يجب ان ترضع كل من حولها من الدول التحدث بهذه اللغة اسرائيل هي قوة الرضع في منطقة الشرق الاوسط فالمنطق العسكري والمنطق المستمر في الحرب هو المنطق الحاكم للعقلية الاسرائيلية بشكل كبير هل ده معناه من قراءة اخرى انه يحاول ان يقوي موقفه التفاوضي اذا تم التفاوض فايهدن مستقبلا يعني في جزء منه هذه هي اسرائيل لا تعترف ولا تتفاوض الا من خلال منطقة القوة يعني عندما حاربت مصر في 73 اللي خلى عزز موقفها التفاوضي ان احنا كنا متفاوضين في الحرب ثم استردنا الارض ايضا بالسلام ففيه مزج خلطة كده من الحرب لانك لا يمكن ان تكون مولهزم عسكريا وتقدر تتفاوض سياسيا وتحصل على مجازة هذا هو وعيد والتالي اسرائيل لا تعرف الا لغة القوة النقطة الثانية ان النهج الاسرائيلي يرى ان الاشارة حرك قلتها في فكرة نظرية الرادة تحطمت مرة اخرى سبع اكتوب وجعل ان يبين طبعا ده مش ده ما بيقللش مردك من قوة اسرائيل لكن بيبين ان هي كانت في لحظة نمرن من ورق وان الجيش الاسرائيلي يمكن تجاوزه واحداث عدة اختراقات في صفوفه بل ان الامن السيبراني التي كانت تتزرع اسرائيل بقوتها وتفاوقها في مقابل اي دولة في العالم نجد تشوف سلوك حركة حماس تصوره وسط وصورة لمدة ثلاث ساعات بأدوات بداية جدا ومسيطة يعني بأدوات وازاي دخلت حماس واستوطرت للعمق لمدة عدة ساعة هذه السنة النقطة الثالثة النهج الاسرائيلي قايم حوالين ان ازداد التصعيد هو اللي بيفرض ضغوط على حماس وبالتالي هيخليها تقدم مزيد من التنازلات مع الاخذ في الاعتبار ان ميدانيا وسياسيا ده بالصح نجي نشوف التصرحات بتاعت سمالة ويقول فيها ان حماس لديها قدرة على التعايش لفترة اكبر من الحرب مع اسرائيل ولذلك كل الاهداف اللي انا ذكرتها سواء باستقصال حماس او استعادة المحتجزين او استهداف اي من كوادر وقيالات حماس لم تنجح في تحقيقها وبالتالي ده عامل حالة من حالات السخط ليه ده الرأي العام الاسرائيلي كبير النقطة المهمة الى ان ده دي رسالة في اتجاهات متعددة الحارك قلتها اللي احنا باقين ومستمرين لان التوقيع لطهدنا لا يعني انتهى الحرب ومحدش قال ان الحرب انتهت فحيل لكن طوال الوقت هو عايز يوجه رسالة ليه الداخل اللي احنا هنستعيد عناصر من الجانب الحمسوي وفي نفس الوقت قالت الحرب والقتل مستمرة بدرجة كبيرة ده للاحق ان هدفه لن ينحرف عنه لكن الرسالة الخامسة من وجهة نظري وهي ان دي محاولة برضك للبيان ان اسرائيل الشقوق فيها لا تزال قائمة في التزامها باتفاق الهدنة المقبل اكيد كل شكرا لك دكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والاقليمية بمركز الاهرام للدراسات السياسية شكرا جزيلا لكم شكرا دكتور نورتن مستمرين مع حضراتكم ومشاهدينا نروح لفاصل السريع ونرجع من بعده وصباح الخير يا مصر